انضم إلينا في الستوديو دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة صحاف قطع غزة أهلا وسهلا بك معنا دائما دكتور في البداية لو تحدثنا ما الذي يصلك من معلومات حول الوضع في شمال قطع غزة المستشفيات بسم الله الرحمن الرحيم ما يصل هو أن الاحتلال الإسرائيلي مصر على استهداف المنظومة الصحية منذ اللحظة الأولى لهذا الأدوان الذي ابتدأه في السابع من أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة يقوم باستهداف مركز للمنشآت الصحية حيث رصدنا حتى اللحظة استهداف 155 مؤسسة صحية وإخراج 33 مستشفى عن الخدمة وكذلك إخراج 53 مركز للرعاية الأولية عن الخدمة بشكل كامل إضافة إلى قتل مباشر ل493 من الكوادر البشرية الصحية وكذلك اعتقال 310 آخرين ما يحدث الآن هو تكرار للسيناريو السابق الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي سبعة مرات خلال هذا الأدوان باستهداف مركز للمستشفيات بعد أن يقوم بمحاصراتها وتهديدها واستهدافها بشكل متكرر ثم يقوم أيضا باقتحامها وتدمير أجزاء كبيرة منها ثم اعتقال وإحداث أيضا إبادة جماعية كما حدث في مجمع ناصر الطبي ومجمع الشفاء ومستشفى الأمل ومستشفى القدس وكذلك مستشفى كامال عدوان وكذلك مستشفى العودة وبالتالي نحن نخشى أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هذا السيناريو مجددا بعد أن خرجت مستشفى كامال عدوان عن الخدمة وكذلك مستشفى العودة عن الخدمة نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 700 ألف نسمة في شمال قطاع غزة باتوا بلا أدنى خدمات صحية باتوا مهددين بالكامل حيث أن الاستهداف الإسرائيلي لا زال يتركز في المنطقة الشمالية لقطاع غزة وبالتالي كل استهداف يقوم به الاحتلال الإسرائيلي سيذبه ضحيته الأبناءات الشهداء والجرحى والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية بالتأكيد سيجدون أنفسهم أمام موت محقق نتيجة عدم توفر الخدمة الصحية الموضوع يا دكتور لا ينتهي عند خروج هذه المستشفيات عن الخدمة أو لا يقتصر الضرر على هذا الموضوع فقط وإنما أيضا على إخلاء هذه المستشفيات من المرضى ومن الأطقم الطبية وهذا خطر آخر بالنسبة لأرواح المصابين والجرحى في هذه المستشفيات ما الذي يصلكم المعلومات فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ نحن نتحدث عن أكثر من 160 كادر صحي كانوا موجودين في مستشفى العودة وكذلك 140 في مستشفى كمال عدوان وبالتالي هذا العدد الكبير من الطواقم الطبية والمرضى والجرحى وخاصة أن بهم أيضا أطفال خدج في الحضنات وكذلك في العنايات المركزة وكذلك حالات بها تعتبر حالات خطيرة هذه الحالات لا يمكن التعامل معها ظالم أنه لا يوجد خدمات صحية حقيقية تم نقل العديد منهم إلى مستشفى المعمداني وهم مستشفى أقل من ما يقال عنه كأنه مستشفى كونه أنه تعرض أيضا للعديد من الاعتداءات الإسرائيلية وتهجير أيضا الكوادر الصحية منه وبالتالي نحن نتعامل اليوم مع أقل من 2% من الخدمات الصحية المتبقية في شمال قطاع غزة وجنوبه وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالإعدام قصرا على كل من يتواجد في المنطقة الشمالية لقطاع غزة نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية إضافة إلى أن هذا يعني هناك تهديد واضح لأي مريض يصاب بأي مرض وخاصة مرضى الجلطات الدماغية مرضى الفشل الكلوي أيضا الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاة صحية أيضا النساء الحوام الذين يريدون أيضا متابعة صحية كل هذا سيتهدد بشكل كامل يا دكتور في هذه الحالة لإمدادات الطبية لا تصل الوضع صعب العمليات العسكرية تحدث بالقرب من المستشفيات أو حتى في المستشفيات ما الذي يقدم من خدمات؟ الآن الذي يقدم هي فقط عبارة عن خدمات طبية بسيطة جدا أشبه بما تكون نقاط طبية لا تقدم الخدمة الصحية الكاملة والمتكاملة التي يحتاجها الجرحى والمرضى في شمال قطاع غزة عوضا عن جنوبه الذي أيضا يتعرض إلى سلسلة من العمليات العسكرية وخاصة في منطقة رفح والمنطقة الجنوبية بشكل كامل وبالتالي ما يريده الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستشفيات وتهديد المنظومة الصحية وتدميرها هو عملية لقتل المواطنين إما بسبب الاستهداف المباشر أو عدم تلقيهم الخدمات الصحية كنت أود أن أسألك إلى أين يذهب الناس عندما يغادرون المستشفيات بالاستمرار المواجهات في مناطق الشمال والحرب والاستهدافات الإسرائيلية بالمدفعية وبالطائرات الحربية أين يذهبون؟ للأسف نحن نتحدث اليوم فقط عن مستشفى المعمداني هو الذي يستقبل الحالات من كافة أنحاء شمال قطاع غزة هناك نقطة طبية بسيطة في مركز صحي الشيخ ردوان وبالتالي لا يوجد خدمات صحية كاملة في منطقة شمال قطاع غزة وبالتالي ما يقوم بالاحتلال الإسرائيلي من سيناريو متجدد هو عملية تدمير كامل للمنظومة الصحية وهو يعني إعدام لأكثر من 700 ألف نسمة لا زالوا يعيشون في تلك المنطقة التي تهددها اقترارات الاحتلال والمدفعية الإسرائيلية لحظة بلحظة رصدنا يا دكتور على مدار الأشهر الماضية أكثر من حالة اعتداء على الأطقم الطبية وأيضا اعتقالات وصلت إلى حد استشهاد الأطباء في سجون الاحتلال الإسرائيلي كيف يبدو وضع الأطقم الطبية اليوم نحن نتحدث عن أكثر من 493 شهيدا من الكوادر الصحية خلال هذا العدوان المستمر للشهر الثامن على التوالي وهذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على قتل كل من يحمل البدل البيضاء وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يلاحق هذه الكوادر التي تقوم على رعاية وتضميض أبناء شعبها إضافة إلى اعتقال 310 من الكوادر الصحية على رأسها مدراء مستشفيات قطاع غزة خاصة مجمع الشفاء الطبي مستشفى كمال عدوان ومستشفى أيضا العودة نحن نتحدث عن الدكتور محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي والدكتور أحمد أيضا الذي كان يقول بملء فيه أنه لن يترك مستشفى العودة والدكتور أحمد مهنة وكذلك الدكتور أحمد الكحلوت أيضا الذي كان مصر على البقاء في المستشفى كمال عدوان لآخر فترة وكذلك الدكتور أبو طعيمة هذه النماذج الذي كان الاحتلال الإسرائيلي يصر على اعتقالها من أجل أن يقوم بتدمير واضح للمنظومة الصحية وكان آخرها استشهاد الطبيب الدكتور عدنان البرش الذي ما فتح أن يقدم خدماته حتى وهو مصاب في مستشفى كمال عدوان سأسألك سؤال ربما يطرحه كل متابع لما يحدث في قطاع غزة على الرغم من التشكيك الأمريكي والإسرائيلي في الأرقاب التي يعلن عنها فيما يتعلق بالشهداء المفقودين والشرحاء أود أن أسألك هل هناك قدرة على إحصاء أعداد الشهداء والمفقودين والجرحى في قطاع غزة؟ نحن نحاول أن نقوم بتحديث هذه الإحصائيات يوميا في قطاع غزة ونقوم بإرسال هذه التقارير إلى المنظمات الدولية المطلعة على الشأن الصحي وكان هناك تصريح سابق لمنظمة الصحة العالمية تؤكد صحة البيانات والتقارير التي تقوم بها وزارة الصحة نحن نرصدنا حتى هذه اللحظة أكثر من 35.210 من الشهداء إضافة إلى 80 ألف من الجرحى حتى اللحظة نحاول أن نقوم بإحصاء كامل لكافة بيانات هؤلاء الشهداء حصرنا أكثر من 25 ألف شهيد استكملت بياناتهم بشكل كامل هناك أكثر من 10 ألاف مفقود لا زالوا مجهولين تحت الأنقاض أو فطرقات لا نستطيع الوصول إليهم وبالتالي الأرقام التي نصدر للعالم هي أرقام موثوقة وتعكس واقع الإجرام ربما صبب السؤال يا دكتور هو أن حتى سيارات الإسعاف لا يمكنها الوصول إلى الجميع بسبب الاحتلال الإسرائيلي دمر 130 سيارة إسعاف لا يوجد فقط في قطاع غزة الآن إلا 19 سيارة إسعاف فقط تعمل في قطاع غزة شكرا يا دكتور وعدلا على المقاطعة أكيد بأننا نسعت بلقائك في الفترات اللاحقة وفي أيام ما تزال ربما مقبلة علينا في هذه المحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة شكرا جزيلا لك دكتور أشرف القدل المتحدث الرسمي باسمه الزهرة في الصحة في قطاع غزة